بدعم سينان أخان يعزز مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية في تركيا حظوظه بولاية رئاسية جديدة يبدو الرئيس رجب طيب أردوغان الآن أقرب من أي وقت مضى للفوز بجولة الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل على حساب منافسه زعيم المعارضة كمالك الشتار أغلو سيأخذ أردوغان هذه الجولة متكئا على عوامل انتخابية عديدة تميل لصالحه بات من بينها دعم سيقدمه أغان المرشح الرئاسي الذي حصد على ما يزيد على 5% من الأصوات في الجولة الأولى بعد أن حسم خياراته بالوقوف إلى جانب مرشح تحالف الشعب بات من الضروري أن نواصل جهود الصناعات الدفاعية بشكل مستقر على الجميع تحمل المسئولية لتكون تركيا أقوى بعد مفاوضات ومشاورات نعلن دعمنا مرشح تحالف الشعب وأطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى التصويت للسيد أردوغان أحد الدوافع الرئيسية لقرار أغان هو أن يكون هناك تناغم بين الرئاسة والبرلمان فقد حصد تحالف الشعب الذي يتزعمه أردوغان أغلبية البرلمان الجديد إلى جانب ذلك يقول أغان إن قراره ينبع من سعيه للحفاظ على المكاسب التي حققتها تركيا داخليا وخارجيا معتبرا أن حملته الانتخابية جعلت القوميين الأتراك لاعبا رئيسيا في السياسة التركية لا يمثل قرار أغان تحالف الأجداد الذي حل بعض الانتخابات بسبب ما يبدو أنها خلافات بين مكوناته فلم يحسم زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ خياراته بعد وبحال دعمه زعيم المعارضة لن يؤدي ذلك على ما يبدو إلى تغيير كبير في موازين القوى الانتخابية لكن خطوة أغان بأي حال لن تشكل خبرا سرا بالنسبة لمرشح المعارضة كمال كليشتار أغلو الذي يسعى إلى استقطاب أصوات القوميين المتشددين عبر تبني خطاب بدى حادا للغاية تجاه اللاجئين حيث تصدر هذا الملف النقاش الانتخابي قبل انتخابات الجولة الأولى وبصورة أكبر بعدها إذ عهد مرشح المعارضة بإعادة فورية للاجئين حال فوزه إلى جانب تجديد النبرة تجاه تنظيم بيكيكي الإرهابي لكن دون أن يتخذ أي خطوة تتعلق بتقاربه مع حزب اليسار الأخضر الذي يدعم مساعيه للفوز بالرئاسة